بحلقة اليوم حنكون عم نحكي عن مثال لنظام الغذائي اللي فينا نتبعه خلال النهار رمضاني إذا حابين تعرفوا أكتر عن الموضوع بلا استابعوا الحلقة مثال عن النظام الغذائي اللي نحنا ممكن نتبعه خلال يوم من قيام رمضان هو إنه الصحور بده يحل محل الترويئة أو أول وجبة نحنا منتناولها خلال النهار هيدا الوجبة ممكن تكون عبارة عن صندوش من اللبنة أو الجبن البيضة أكيد مش الصفرة واللي مش مملحة بالإضافة لخضرة بندورة خيار نعنع أي نوع من الخضار كمان فينا نزيد عليها حبة من الفواك اللي ممكن نتناولها وأكيد ما بدنا ننسى المي اللي ضروري نتناوله على الصحور ليش الضروري إنه تكون النشويات هي عبارة عن نشويات صمرة أو نشويات من الأمحة الكاملة هيدا الشي اللي يخلينا نحس بالشبع ويعطينا فترات من الشبع خلال نهارنا التالي أما بالنسبة لوجبة الإفطار هي بدأت تحل محل وجبة الغداء واللي هي الوجبة الأساسية اللي عادة نحنا منتناولها خلال نهارنا كيف بدنا نبلش إفطارنا بدنا نبلشه أكيد بكباية مية كبيرة كمان وحب التمر وبدنا نرتاح بحدود العشر دقايق لربع ساعة قبل ما نبلش نتناول أكلنا ممكن نبلش أكلنا بكاسة من الشوربة المحضرة منزلياً مثل شوربة العدس أو شوربة الخضار بدنا نحاول قد ما فينا نبتعد عن الشوربات اللي عالية بالسعرات الحرارية واللي تعتبر منا مفيدة أو خاصة ظروف الشوربات كمان اللي منحضرهم على السريع فينا بدل الشوربة إذا كنا حاسين بنوع من العطش أو حرارة الطقس نستبدل الشوربة بكاسة من اللبن أما بالنسبة لو شبتنا الأساسية فصحنا بدي يكون مقسم على الشكل التالي نصه بدي يكون عبارة عن خضار يا الخضار المطبوخة أو الخضرة المعدة لرمضان مثل الفتوش أو الصلطة وربعه بدي يكون عبارة عن نشويات يعني رز بطاطا أو خبز خبز أسمر أو خبز مصنوع من الأمحة الكاملة وربعه الآخر بدي يكون عبارة عن لحمة جيج أو سمك أو مصدر بروتين اللي بدي يكون مطبوخ أو مشوي أكيد مش مقلي بدنا نحاول قد ما فينا نبتعد عن المقالة بوجباتنا وإذا بدنا نتناول المعجنات اللي محضرة بدنا تكون تحل محل النشويات وأكيد ما بدنا نتناولها يوميا لأنه فيها سعرات حرارية عالية بعد الإفطار بحوالة ساعتين ممكن نكون عم ناخد وجبة خفيفة أو منسميها وجبة إضافية هيدا الوجبة بدنا تكون عبارة عن فواكة الفواكة هي أنسب شي لأنه بتعطينا طاقة بتعطينا كمية ماء فينا إذا ما بدنا نتناول الفواكة كحبة كاملة ممكن نكون عم نتناول كوب عصير صغير أما إذا حابين نغير فممكن نكون عم ناخد صلاتة الفواكة أو نحضر كاسة من اللبن مع الفواكة المجففة والمكسرات النيئة مرة لمرتين بالأسبوع بدل هيدا الوجبة الخفيفة ممكن نحنا نكون عم نتناول نوع من أنواع الحلو الرمضاني أو المشروبات الرمضانية ولكن طبعا مش يوميا بكل هيدا الفترة بدنا نتذكر دايما أنه نكون عم ناخد كمية كافية من المي يعني نكون أخدناها على السحور وعلى الإفطار وبين الإفطار والسحور نحاول أنه كل ساعة نكون عم ناخد كباية مي إذا حبيتوا هيدا الحلقة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للوليا تشانل تتابعونا على السوشال ميديا وتتركوا لأسئلتكن اقتراحاتكن وآرائكن بخانة التعليقات بشوفكم بالحلقة الجاية